قال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك إن بلاده تقدمت بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن ويستهدف الاجتماع الطارئ بحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية